اشتركوا في القناة والاقتصادي مناقشة آخر المستجدات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي نفذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا إلى جانب سبل تعزيز الاستقرار المالي ودعم اقتصادات دول المجلس في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة كما تم استعراض رؤية تعزيز العمل الخليجي المشترك إلى مبعد الجائحة وذلك من خلال التركيز على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتنويع الاقتصادي ودعم الشركات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول المجلس كما تم خلال الاجتماع بحث أليات قرارات التعاون المالي والاقتصادي المشترك ومتابعة سير برنامج الوحل الاقتصادية بين دول المجلس واعتمدت اللجنة توصيات وقرارات محاضر اللجان ذات العلاقة ومن أهمها لجنة محافظي مؤسسات النقدي والبنوك المركزية بدول المجلس وحيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة من جهة أخرى تضمن الاجتماع المشترك الذي جمع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية مع مدير عام صندوق النقد الدولي عرض ورقة عمل من قبل الصندوق حول الأفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون التي تضمنت المحاور الرئيسية وهي تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والأولوية الراهنة في مواصلة التدابير الصحية اللازمة لاحتواء الجائحة واستمرار دول المجلس ما بعد الجائحة في الإصلاحات المالية والهيكلية على المدى المتوسط والطويل لتعزيز الاستدامة المالية والنمو الشامل